السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة ثاني يوم فوز النادي الاهلي على امبي بثلاثية نظيفة والوصول الى المباراة النهائية يمكن انبارح كان يوم حافل كان يوم اهلاوي جدا يعني الحقيقة في كرة اليد رجال وسيدات بتفوز في بطولة افريقيا و بتصعد دور نصف النهائي في كرة السلة بتفوز على طنجة المغربي في المباراة الثالثة في البطولة العربية ثم بتختتم اليوم بفوز في كرة القدم كريزة الالعاب الرياضية في كل العالم الحقيقة بثلاثية نظيفة جدا لكن في الظل الاحداث دي لازم نبارك للشعب المغربي لازم نبارك للإدارة الرياضية في المغرب الحقيقة على مشاركتهم اسبانيا والبرتغال في تنظيم كأس العالم البطولة الاجبر في كرة القدم عام 2030 يمكن هيكون فيه ثلاث مباراة رجوي برجوي الارجنتين فيه بمناسبة مرور مئة سنة على تنظيم البطولة ولكن في النهاية المغرب تعب جهد كبير جدا ارادة وادارة فبتتقدم المغرب على مستوى كرة القدم وتخطط فكرة بطولات الكاف وتنظيم نهاء الكاف وتنظيم نهاء الكنفترولية الناس تموحاتها كبيرة جدا بامكانيات ليست هائلة يعني ما تجيش تفاهمني ان امكانيات المغرب المالية زي امكانيات قطر او زي امكانيات المملكة العربية السعودية او زي الامارات امكانيات المغرب تشبه الى حد بعيد شمال افريق المغرب بتحاول منذ فترة طويلة لان عندهم ارادة والاهم من الارادة عندهم ادارة لهذه الارادة والاهم ان الناس دي عايزة فعلا يعني تعلي من شأن كرة القدم المغربية عشان كده وصلهم رابع العالم ما كانش الامر صدفة لا الامر ان ربنا بيكافئ المكتهد فمبروك للشعب المغربي مبروك للارادة والادارة المغربية والحقيقة بما ان ذكرت القطر والسعودية قطر طبعا نجحت في تنظيم كاس عالم رائع جدا انا كنت محتاج السعودية تنتظر يوم بس كده وبعدين تعلن انها قدمت ملفها لالفين اربعة وثلاثين وان شاء الله السعودية هتاخد يعني تنظيم ملف كاس العالم الفين اربعة وثلاثين ولكن كنت تسيبه الليلة تكون مغربية للشعب العربي كله يعني يظهر الدعم والمباركات للشعب المغربي وللادارة المغربية ثم تاني يوم نقول كلنا مع السعودية في الفين اربعة وثلاثين ان شاء الله يعني من وجهة نظري بتحفظ شوية على اعلان السعودية تنظيم او الدخول بملفها في الفين اربعة وثلاثين في اليوم اللي كان المفترض يكون الجميع الجميع بيحتفي بالمغرب فقط لغير لكن هي وجهة نظر ممكن يعني ايه يعني تتفق او تختلف معها مش دي القضية نروح بقى لقصة تانية ونرجع للنادي الاهلي والحدوتة الكبيرة اللي النادي الاهلي بيقدمها في بداية الموسم اربعة مباريات اربعة تلاتة اربعة تلاتة وعندنا مباراة الاسماعيلي والنهاردة تدريبات هتبدأ على طول زي كالعاد عارفين مرسل كولر تاني يوم المباراة بيلعب الناس اللي ما شاركتش في المباراة والناس اللي كانت وقته ليل بتلعب امام فريق مطعم من قطاع الناشئين مباراة والدية والباقي بيعمل تدريبات بدنية والحقيقة ظهر امباراة يعني بعض الشيء اسماء ومواقف وبدأ الاعلام يشتغل بشكل مختلف وما عنديش مشكلة ان الاعلام يشتغل على النادي الاهلي ولكن لينا صوت لازم نقوله الحقيقة هبدأ لك الاول من قصة يعني خناقة الشحات والكابتن سامو امصان وانا مش هحط راسي في الرمل يعني انا مش هحط راسي في الرمل الا قطاط جت على اليوم السابع ومددقش يعني الحقيقة بيعمل حاجة كده زي الكاميرا في الملعب زمان واضح جدا ان حسين الشحات منطقك ولازم حسين الشحات يفهم وجهة نظر المدرب ولازم نبقى عارفين كويس اوي كجماهير ان المدرب مدرب واللعب لعب هي القصة جت منين؟ القصة جت ان الكابتن سامو امصان شايف اللي حسين مش شايف شايف ان الحكم ممكن يدي انذار لحسين خاصة ان حسين واخد انذار على انفعاله وده المفترض ياخد باله وقلنا من نهائي افريقيا لازم يا حسين تاخد بالك من التعامل مع التحكيم حتى لو التحكيم جاي عليك القرى اللي انت كان فيه اشتراك معك كانت برا الخطوط هي فاول بالتأكيد وانذار للضرب في الوجه يعني باليد هو عدها زي ما عد فاولات كتير وزي فاول لأفشا وفاول لإمام عشور ولكن خد بالك بقى ان انت هنا مش صاحب قرار يعني ايه مش صاحب قرار؟ لما الحكم يقول لك اخرج من هنا عشان ما اضعهش وقت اخرج انت هتاخد وتدي مع حكم وانت عندك انذار هيدك الانذار التاني كارت احمر غبت عن نهاية كاس مصر فلما كانت انسامي قم صاني يتحرك من مكانه ويروح ويقول لك اطلع ويكلمك في القصة دي هو قال انا عليك انت هو خايف يخسرك انت لكمتك الفنية في الفريق فلازم انت تكون مقدر ده ولازم انت تكون عارف ان انت وانت بتتكلم مع المدرب بتاعك ان فيه كاميرات بتتصور حسنا فعل الكابتن خالد بيبو انه راح على طول خات حسين من على الخط من كابتن سامي قم صان واثر المشوار واثر المشوار يعني لو كان المشوار ده كمل كنا هنروح لفين وانا عارف ان حسين لعب بيحب يلعب دايما بس وامام عشور وهو نازل ما كانش مرتاح انه هو نازل والكاميرات جابت ده انه هو نازل متأخر لكن لازم نعرف يا جماعة ولازم كل عب تنازل قليل تعرف انه مفيش نجم في الفريق ولو فيه نجم ففيه القايمة كلها نجوم القايمة كلها نجوم مع كامل احترامي يعني حسين الشحات اكيد اكيد عامل نصف موسم رائع واكيد من نجوم الفريق لكن فيه رضا سليم قاعد فيه احمد عبدالقادر قاعد يعني من نجوم ورضا سليم يعني ما بدأ يعني رمى بياضه كمحترف من اول يوم ليه فلازم نبقى فاهمين ده ومستوعبين ده انت النهار ده موجود في الملعب انت النهار ده موجود برا الملعب انت المفترض قطعة الشطرنج اللي في ايد الجهاز الفني ولما يكون سكابتن سامق امصان الآن على انه يفقدك فده معناه ان انت قيمتك الفنية كبيرة فلازم تتعامل مع هذا الموقف بشيء من الهدوء تغييراتك وخروجك من الملعب اتمنى يكون شكله ظريف لان في النهاية انت لعب مهم لعب مهم فعلا للفريق ولكن الصورة الزهنية عنك في العصبية مع الحكام والعصبية كمان تبدأ تدخل مع الجهاز الفني هتقلل من الكريدت بتاعك كتير عند الجماهير انت عارف انا بحبك وانت من ايام ما كنت في المقصة علاقة شخصية بتا جمعنا بتشرب بيها بالتأكيد انت محمد ولكن يعني الاهلي فوق الجميع دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا عشان ما نديش مساحة لتبدأ الناس تقولك بقى خناقات ظهرت وشوف الاطراض وشوف وشوف ده هما اساسا عايزين يعملوا خناقات نوم احنا نديهم المشهد كده فدي نقطة سلبية جدا اتمنى تكون الرسالة وصلت لحسين وتصل لامام عشور انت وانت نازل كانت عبرات وجهك ان انت متدايق انك نازل المتأخر لكن تخيل المراء اللي انت نزلتها متأخر واللي انت عادت فيها احتياطي انت نزلت جدت جول وده الرسالة لازم توصلك امام القصة مش بعادة دقائق اللي عادة في الملعب انت مؤثر ولا لا انت بتنفيذ تعلمات مديرك الفن ولا لا والنهاردة مرسلت كلر وتلعب وتكلم والا عليك لا كلام جميل جدا لعب رائع ولعب دخل معنا بسرعة ولعب امكانيات وزارة بسرعة وكابت انسان قمصان كان اقلي ان هو جناح ايصر عشان كده اشتغلت على اني ممكن اللعب وجناح لبعد الوقت حتى لو كان لعشر دقائق وان انا لازم كنت احافظ عليه وده شغلتي ان انا اعمل روتيشن عشان احافظ عليه دي نقطة تبقى مهمة جدا تبقى وسط اللعبة واحنا بنحتفي بكم احنا كمان بندعامكم وبنقول لكم من وجهة نظرنا الافضل للفريق وده مهم جدا الافضل للفريق اللي في النهاية هتلاقيه الافضل لك عشان كده بقول لي امام انت المباراة اللي عادتها احتياطي سجلت فيها اول اهدافك مع انها لقالي ومزيد من الاهداف ان شاء الله لكن خدوا بالكم من نقطتين النقطة الاولى مودست ومحاولة حركة مودست بدري برضه مش حط راسي في الرمل مودست لسه بدري واضح الحركة بطيئة واضح انه مش فت بدنيا ولكن ده طبيعي جدا وايضا اتكلم عليه كولر وقال ان انا مش اغير طريقة لعب عشان لعب وده شيء مهم جدا ان المدير الفني اللعيبة هي اللي تدور في الفلك خطته وطريقته واسلوبه وعشان كده مفيش لعب بشرطة في النادي الاهلي مع مرسل كولر في لعب بيجتهد بيشارك ده مهم فلما جا تكلم عن مودست قال الراجل بقى له اربع شهور تقريبا ما بيتدربش في احمال بدنية يعني تدخل او تقترب مريت من النادي الاهلي عشان كده مش هقدر احكم على مودست دلوقتي ومش محتاج ان انا احكم على مودست بشكل سلبي من دلوقتي لان ده اللي عايزين اللي عايزين وبدأت يتحط مقرنة ما بين مودست وسامسون ايكنولا انت متخيل يعني ده طبعا حد سمالكاوي طبعا اللي بيعمل مقرنة دي ولكن يعني شتان الفرق يا جماعة من واحد كان بيبا تلات تلاف دولار يعني في الشهر الجاي هنا اتعامل تسبوبة لمودست اه تاريخه ومش هيلعب بتاريخه لكن في النهاية شتان الفرق بعيد قوي بعيد محتاجين ايه؟ محتاجين ندي المودست وقته ومحتاجين نشتغل بدنيا اكتر وده اللي حاصل بالفعل والغريب ان في لقطة مع كهربا انا مش عارف ليه النقل التليفزيوني يعني مش بيجيب اللعب ورح للدكة او رح للدكة يا اخي خليني اشوف ورح لمين ما تخليش اعرف من كاميرات داخل ارض الملعب وبرامج على يوتيوب ان انا اعرف انها كان رايح لكهربا وان الاحتفال يكون مع كهربا عشان ليه مش عاوز تظهر الصورة دي ليه مش عاوز تظهر الصورة ان اللي قاعد دكة فرحان اللي بيلعب اساسي ليه ما صورة حلوة ان نظهرها صورة كويسة ان نظهرها فاي فريق بالمناسبة من شرط الناد القاعد اذر الصورة الناس بتبقى عادة انا قاعد عادة مرتين هو رايح لي مين يا جماعة انا عايز عارف هو مودست رايح لي مين شكله يعني رايح للدكة الحد مش للجهاز الفني فالحمد الله طالع لكهربا وده شيء ايجابي جدا ان الاساسي والاحتياطي فيه دعم مودست هيكون موجود في مرات الاسماعيل الكهربا مش موجود فلازم يكون فيه الدعم المعناه وده ده عشان فيه منظومة اسمها الناد القاعد وعشان فيه مدير فني واضح جدا بيديك حقك وفي نفس الوقت صارم جدا وهو اكتر من مرة قرر وقال انا دايما وابدا بتكلم في رواح الفريق اللاعب اللي هيلاقي نفسه مش داخل في رواح الفريق وبيفكر في نفسه مالوش مكان معايا وانا قلت لكم قالها قبل كده بعد ماتش الهلال وكان تحذير شديد اللهجة عشان صورة بس صورة ظهرت ان اتنين اللاعب قاعدين على الدكة ما مش احتفلوا شوف الدنيا دي بقى اتعاملة ازاي مع لعيبي النادي الاخل دي نقطة بحذر منها مودست ومحاولة حرق مودست علاميا النقطة التانية ايه حكاية احتراف عبد المنهم دي يا جماعة يعني انا اتفهم ان بعض اليوتيوبرز ما بيلووش اخبار فيقوموا على طوله تعالى نخبط اي خبر عن تجيز التعاقد عن محاولة لو يدراع النادي لللاعب اي حاجة اي حاجة فتعالى نجيب محمد عبد المنعم ما هو بعيد ما زكرناهش بقال له كتير ايه بتبدأ من ايه بتبدأ ان محمد عبد المنعم الاهل عايز يجدد عقده وهو يرفض يجدد عقده اولا ان هو بقيله الموسم ده والموسم القاتل ده مبدأي رقم واحد يعني النقطة التانية ان النهاردة ببدأ اشوف يعني جلسات اعلامية بتتحدث عن احتراف عبد المنعم وهل ممكن يحترف حاليا بامكانياته دي ولا لسه عليه شوية ولا الكلام ده كله احنا في شهر ايه احنا في شهر اكتوبر وعبد المنعم ركيزة اساية في النادي للاهلي انت ليه بتلعب في فكرة الاحتراف في دماغ اللاعب انت عايز ايه يعني الهدف ايه من الحديث عن احتراف عبد المنعم دلوقتي الهدف ايه انتقالات يناير اعطاك لقلم شا يسيبه عبد المنعم ركيزة اساية فايه الكلام بقى عن فكرة احتراف عبد المنعم ويلعب في الدورات الاوروبية ولا مايلعبش الحقيقة ما بقتش فاهمها يعني انا ممكن اقيم مستوى اللاعب وقول اللاعب ده يصبح سيرك يحترف ولا ما احترفش يصلح الاحتراف ولا ما اصرفش الاحتراف انا مش فاهم ليه ليه بندخل القصة دي حاجات كتيرة جدا وخدها عندك بقى الجانب الاخر الضغط على فكرة ان الاهل عايز فتوح فيبدأ الضغط مش مقصود بفتوح لا اولا ده وكيل اللاعبين برايح لاعلاميين عارفت كويس قوي هم بيشتغلوا ازاي فاخد اطلع بالخبر ده وقول النادل اهل بيفوض فتوح فيبدأ فتوح يلعب عن النقطة دي في وقت فيه انتخابات والحقيقة هم بيتمنون له الرضا يرضى تمام وفتوح مش شارك معا اي حجر الفلوس حقه بالمنازمة مساشرك معا اي حاجر الفلوس هديديني فلوس انا مكمل معك الزمال مش هديديني فلوس هروح لي شديديني فلوس اكتر طب مين ممكن يدي فلوس اكتر ده ممكن السعودية تدي فلوس اكتر ممكن بيرامối تتدي فلوس اكتر وأنا من زمان ومن وقت ما تقال ان فتوح موقع مع النادي occ 뒤에 قلتلكم فتوح هيروح النادي الا colli في حالة واحدة بس بس ان مرطرة منصورة يكمل ممكن وقتها يروح ينادي الآلي لكن فكرة اصل انفوضات الآلي شغالة وانفوضات الآلي مش شغالة قلتلكم بوضوح كان فيه اتنين وصيت ممكن يتواصلوا معنا الآلي وفتوح كان معان في جروب اول لما سمع فتوح ان بيتقال اعلاميا ان فتوح موقع معنادي الآلي غدر الجروب قال لهم شكرا للرجل اتفق ولا اتكلم ولا اتفاوض بشكل رسمي خالص عشان كده القصة لازم نفوق لازم نركز لازم نفهم ان فتوح اصلا هدفه وترجيته دلوقتي ان الاعلام يتكلم عنه ان هو راح نلقى فما ينفقش احنا نكون النادي اللي بيستغلنا فتوح عشان يجيب عقدي زيادة هو حر مع قدرة نادي الزمالك بالمناسبة يعني لكن حتى حر الاعلام ان هو يتكلم ان فتوح عاوز يروح نلقى لكن يطلع اعلامي وانتوا عارفين الاعلام ده دايما يعني كالذات دايما بيجزب يقول فتوح قعد مع مسؤول من شركة الكرة في النادي الاهلي وعضوا مجلس ادارة رجل اعمال او مسؤول رجل اعمال في النادي الاهلي يعني ذكر اتنين مسؤولين من النادي الاهلي تمام وكيله او فتوح قعده قعده فين في التجمع الخامس واحنا بنجيب لكم الاسرار وبنجيب لكم كأنه قعد تحت الترابيزة تمام ما علينا ممكن واحد من اللي عاديين في القعدة ينقلوا الاخبار عادي جدا بس اصلا الاخبار دي حصلت ما تقدرش تجاوب ما انا قلت لك هو بيلعب على الاخبار دي لكن سبحان الله يطلع معاه مرشح من مجلس ادارة نادي الزمالك المحتمل في نفس الحلقة يكون ضيفه ورجل هيكون المرشف على الكرة في نادي الزمالك ويقول له اتحدات ان فتوح قعد مع مسؤول في الاهلي يقول له انا مقولش مسؤول انا قلت هو او وكيله قعد مع حد في الاهلي براجب ان هو بادئ وقايل مسؤول في شركة الكرة ومسؤول رجل اعمال مسؤول داخل النادي الاهلي فتغير كلامه لما واحد بس من النادي الزمالك تحداه فعشان تعرفوا الاخبار الفيك وعشان تعرفوا ان قاسم السماوي الاصفر هو متفرد بالفابركة هو عنده الميزة دي الحقيقة انا النهاردة هفابرك ايه فدي قصة فتوح وانا قلت لكم فتوح مكانه مع مجلس الادارة القادم في الزمالك هيجدد في الزمالك لانه هما ينفذلوا كل التعليمات طب لو ما اجددتش صدقوني برمز هيدخل بمبالغ كبيرة جدا الاهلي مش هيدفعها الاهلي مش هيدفعها فاتمنى تكون الصورة وصلت في قصة فتوح ووصلت في قصة محمد عبد المنعم وقصة مودست واتمنى تكون الرسالة وصلت لحسين الشحات ثم لامام عشور وكل التوفيق للنادي الاهلي في المباراة المقبلة الصعبة ليه لانك انت بتلاعب فريق اخر مباراة وفاز فيها على الاتحاد السكندري في الاسماعيلية 3-1 ومع اهاب جلال وبدأت قرة اهاب جلال تبان وبدأت ثقة اللاعبين تبان بعد الاخفاق في المباراة الاولى امام زد والاهم من كل ده انه بيجي بيلعب قدامك مباراة العمر مباراة البطولة مباراة الموسم بالنسبانه الاسماعيلي لا يستطيع تحقيق بطولات في هذه الالفية الجديدة يعني من فترة طويلة جدا سيبك من الاتحاق في البداية الالفية من الان والمدة عشر سنوات من وجهة نظري الاسماعيل لا يستطيع تحقيق بطولة على الاقل عشر سنوات لا يستطيع تحقيق بطولة فبالتالي بطولته هتكون ايه؟ ايه بطولته ان هو يعمل نتيجة اجابية مع النادي الاهلي وصلت لكم اهاب جلال عاوز يرجع تاني للصورة بعد ما تم حرقه بشكل واضح جدا مع منتخب مصر في الفترة الوجيزة اللي استلم فيها المهمة وتم اقال طاعة الطيارة فالنباراة صعبة بالتأكيد صعبة لكن كلنا ثقة في النادي الاهلي وثقة في مستر كولر ان هو يعني يكمل السلسلة اللي شغال بيها اربعة تلاتة اربعة تلاتة يدينا بقى واحدة اربعة نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام